لكل اللي عايز أو عايزة تخس ومش عايزة تتأيد بنظام غذائي معين بقدم لك وبقدم لك كل اللي تحتاجه أو تحتاجيه من استعراط الحرارية لجميع أنواع الأكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومغبوزات الأفران والأكل البيت عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك سمارة جوز الهند تتميز بأنها تحتوي على الكثير من الألياف ومنها الألياف القابلة للزوابان التي تسحب الماء من الأمعاء لتخفيف حركات الأمعاء وابطاء امتصاص الدهون والسكر في مجرى الدم والألياف غير قابلة للزوابان التي تمنع الإمساك تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية لسمارة جوز الهند والقيمة الغذائية كمان قيمة الغذائية لسمارة جوز الهند للميت جرام السعرات الحرارية 354 سعر حراري بروتين 33 من 100 جرام كربوهايدريت 15 و2 من 10 جرام دهون 33 و4 من 10 جرام قيمة الغذائية لسمارة جوز الهند لنصف سمارة متوسطة السعرات الحرارية 702 سعر حراري بروتين 66 من 100 جرام كربوهايدريت 30 و2 من 10 جرام دهون 66 جرام قيمة الغذائية لسمارة جوز الهند لواحد سمارة متوسطة السعرات الحرارية 1405 سعر حراري بروتين 13 و2 من 10 جرام كربوهايدريت 60 و3 من 10 جرام دهون 132 جرام القيمة الغذائية لسمارة جوز الهند لوجبة صغيرة 50 جرام السعرات الحرارية 177 سعر حراري بروتين 61 من 100 جرام كربوهايدريت 7 و6 من 10 جرام دهون 16 و7 من 10 جرام القيمة الغذائية لسمارة جوز الهند لوجبة متوسطة الحجم بوزن 90 جرام السعرات الحرارية 318 سعر حراري بروتين 99 من 100 جرام كربوهايدريت 13 و6 من 10 جرام دهون 30 جرام القيمة الغذائية لسمارة جوز الهند لوجبة كبيرة الحجم 135 جرام السعرات الحرارية 477 سعر حراري بروتين 44 من 100 جرام كربوهايدريت 25 من 10 جرام دهون 45 جرام وصمارة جوز الهند تحتوي على نسبة عالية من الدهون لكن الجسم يستطيع يتخلص منها كما تزيد من الاحساس بالشبع لفترات طويلة ولو حتى حابب يعرف سعرات لأي أطعامها يريد تكتبلي في التعليقات وانتظرونا وقيم غذائية جديدة اشتركوا في القناة